ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله إلى عقد اجتماع طارئ عن طريق آليات التواصل عن بعد خصصة للتداول في شأن الفيديوهات المفبركة التي ما فتئت تنشرها قناة مجهولة على اليوتيوب وأكد النادي في بلاغ صادر عنها سلوك جميع المساطر القانونية في مواجهة القائمين على القناة المذكورة موضحا أن أصحاب القناة نفسها يعتقدون أن البحث عن البوز عن طريق التشهير بإخفاء الهوية سيحول دون تنزيل القانون في حق أفعالهم الجرمية واعتبر أصحاب البلاغ أن العشرات من الفيديوهات المنشورة في تلك القناة تشكل أفعالا جرمية معاقبة عليها بعقوبة حبسية ولا علاقة لها بالعمل الصحافي المهني المسؤول مؤكدا تضامنه المطلق مع جميع القضاة الذين يتم تشويه سمعتهم بشكل ممنهج من طرف القائمين على تلك القناة بهدف إرهابهم وتنيهم عن القيام بمهامهم الدستورية في ضمان سيادة القانون حسب تعبير المصدر نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي